وينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي اليمني محمد المخلافي نرحب بك معنا أستاذ محمد مساء الخير أبدأ مع حضرتك بالتصريحات الحكومة اليمنية الجديدة بعد ما حصل بالأمس في عدن من أنها ستستمر بالعمل من عدن ما هي رسائلها في ذلك؟ مساء الخير أستاذة داليا عليك وعلى الزميل وجميع المشاهدين أعتقد أن الرسالة كانت واضحة جدا من خلال الاستمرار في عمل الحكومة لأن من قام بهذه العملية وخطط لها بهذا الشكل الكبير حقيقة كلما ظهرت فيديوهات أكثر وضوحا يتضح لنا المخطط الكارثي والكبير الذي كان ينتظر العاصمة المؤقتة عدن لو لا لطف الله ودخول الناس إلى رصيف المطار وتأخيرهم لنزول هذه الحكومة وما أدى إلى أن يكون الهدف خاطئا بالنسبة للحوثيين وليس الحوثيين فقط بل حتى أنها رسائل إيرانية يعني الإدارة الأمريكية الجديدة داخل المنطقة لاحظي معي أن الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة الوسطى عادت البارحة ترتيب أوراقها الأمنية في المنطقة عادت تقييم الوضع في باب المندب وفي العراق وأيضا القيام بغطاء جوي لكل الأهداف التي قد تضرب أو مصالحها في المنطقة لأن إيران قد تقدم على أعمال مشابهة لذلك خلال الفترات طيب أستاذ محمد هل ترى حضرتك أن هذه الجهات ومنها ميليشيات الحوثي التي تؤكد الآن التقديرات الأولية على الأقل لما حصل بأنها هي المستفيد الأول مما حصل في عدن هل رسالة الحكومة الجديدة بالبقاء بعدا يبدد لها ما كانت تريده؟ سؤال جيد من خطط للعملية البارحة كان يضع أمامه سيناريوهين السيناريو الأول أن يتم اغتيال هذه الحكومة بسابقة تاريخية ويقلب الطاولة تماما على اتفاق الرياض بل حتى قد ينشر الفوضى في اليمن إلى عشرة السنوات القادمة هذا هدف استراتيجي عسكري بالرغم أن أعضاء الحكومة كلهم مدنيون وزير الدفاع أيضا لم يكن موجود البارحة عدى وزير الداخلية وبالتالي الوصول إلى هدف استراتيجي كبير وهذا فشل بعدم نزول أو تأخير نزول الوزراء من الطائرة الهدف الآخر وهو السيناريو الآخر في عدم نجاح استهدافهم إخافتهم والاضطرار للعودة إلى الخارج مرة أخرى لأن كثير منهم نازحون من الحوثيين كدكاترة وأكاديميين وسياسيين الهدفين أفشل بدخول الحكومة والذهاب إلى قصر المعاشيق لاحظي أيضا أن الميليشيات الحوثية أصرت على استهداف الحكومة مرة أخرى بطائرات مفخخة كما أعلمت حالف العربي على المغرب أو مساء على القصر تقصد وتمرد مرة أخرى بخروج رئيس المعطيات القصر الرئاسي قصر الآن حسب ما تقول حضرتك وحسب كل المعطيات لكن ما حصل بالأمس كيف سيؤثر على الأزمة اليمنية الآن سيؤثر أعتقد بالنسبة للأطراف السياسية بالذات الموقع على اتفاق الرياض أن هناك رسالة واضحة بأن لا يمكن الوصول إلى حل مع هذه الجماعة الإنقلابية التي تطورت إلى مرحلة استهداف أعدائها السياسيين أو منافسيها السياسيين بالصواريخ الباليستية هذه الصواريخ لم تعد تطلق فقط على المطارات السعودية والمصالح السعودية أصبحت أيضا تستهدف اليمنيين في كل المناطق المحررة وكل المناطق المناوية بالتالي أصبح لزاما الاستمرار في اتفاق الرياض وهذا هو الرد المناسب والأكثر حزما بالقضاء على آلة العسكرية الميليشية الحوثية لأنه السبيل الوحيد للوصول معها إلى حل سلمي ومستدام في اليمن دون ذلك أعتقد أنه كانت الرسالة واضحة البارحة للجميع كل الأطراف السياسية والأكاديمية والمدنية والمنظمات حتى المتعاطفة مع الميليشية الحوثية ذاقت ما ذاقه اليمنيون لخمس سنوات البارحة باستهداف هذا المطار الذي كان مليئا بالمسافرين ينتظرون رحلاتهم بعد هذه الرحلة التي أقلت الحكومة مليئ أيضا بالمنظمات مليئ بالشخصية السياسية التي أتت لاستقبال الحكومة ورئيس الوزراء وبالتالي الجميع مستهدفون ولا حل ولا حل مع هذه الجماعة للحسم العسكري شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات كنت معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني أستاذ محمد بن خلافي